دعت ملظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تدابير جماعية للحلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف وفي بيان لها أوضحت الملظمة أنه يجب تطبيق القانون الدولي الذي يحضر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لملظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد شكرا